كان عبدالله سعيد اوف سايد. دول الشوتين بالزبط اللي على حدوث الثمانتاشر لنادي الزمالك. طيب هكمل معاك الزمالك بس اروح برضو للكابتن قسامة اخد رأيه على المباراة النهاردة و ابرز الحاجات اللي انت شفتها. انا شفت حاجتين مهمين جدا. بعيدة عن الاهداف والنتيجة ومكسب كبير لنادي الزمالك بعد عودته لمسابقة الدوري. نما كمية مزباص كبيرة جدا. كبيرة جدا. جبنا منهم خمس حالات يعني يعرضهم لنا. هنعرضهم حالا. دي حاجة. الحاجة التانية شفت زيزو بكوالتي شكل جديد خلص. اه. في كل الحالات اللي مفيش هدف من الاربع. قبل ما تبدأ بس قبل ما تبدأ نتكلم بس على ايه. نتكلم عن الحالات ونرجع لزيزو. دي هاتها من الاول معلش هاتها من الاول. دي كرة الهدف طبعا. دي كرة الهدف. تفرج على التمريرة. ودي كرة اهو. قرة الهدف هنا اهو. من عمر جابر. عمر جابر بمرة تمريرة لدونجة في نصف الملعب. مش شايف. تمريرة صديق جولة على طول. ده هدف من العمق. حسام عبد المجيد. هتلاقيه في كل لقطة من اللقطات اللي انت شفتها دي. في مشكلة. هنا المسلوس بيلعب واحدة من العمق. برضو فيه ميز باس تانية. هو بيلعب واحدة من العمق في قلب الملعب. تتقطع. بقت هاجمة خطرة على ناد الزمالك بالشكل ده. وعنده اتنين لعيبة. سرميخ كلبطرة صديق جولة. جونئر بوكا. ده فرصة هدف محقق طبعا. يعني مشكلة كبيرة. مع عبد الله وتتقطع منه. برضو ده ميز باس برضو هو بنفس الكلام. وده هجمة تانية برضو من العمق. وده حسام عبد المجيد اللي الراجل المفترض يروح يضغط. سايب الناس بشكل غريب جدا. يعني كل دي ممكن كانت تبقى فيه مشاكل كبيرة جدا ناد الزمالك. وبالأخص في الخمسة واربعين ديالأولى. برضو نفس الكلام برضو ميز باس في الهجمة اللي فاتت دي. وده كرة من الكرات اللي ما كانش فيها قصية لولا. اللعيب وكرة واقفت تحت رجليه. وفي خروج محمد صبحي كان قرار سليم جدا. وكرة واقفت تحت رجليه هنا. ما بقاش عارف يعمل ايه. فطبعا دي كرة كانت بتاعة هدف برضو. هنا برضو الشكل الكرة دي. حسام عبد المجيد شو بيطلع كرة لولا تقلق محمد صبحي في الكرة دي. كانت ممكن تبقى كلافة ناد الزمالك هدف. فدي كلها أخطاء كمية ميز باس. يعني مع الفوزيك كبير للزمالك دوت كان فيه أخطاء كتير. طبعا أخطاء دفاعية مرعبة. واللي لازم يعني ناد الزمالك لازم يبحث عن مساك جيد أفضل من حسام عبد المجيد. لأن وانا بقول من دلوقتي. برضو عشان المنتخب الأولمبي اللي هيلعب في الأولمبيات. محتاج مكالي أن يعيد النظر في هذا المركز. لأن في الأولمبيات الرتم أسرع بكتير جدا. مستوى وكولة اللعيبة والمنتخبات اللي هلعبها بشكل كبير. يقول مين يعني؟ أنا من رأيينا الشخصي محمد عبد المنعم لازم يكون موجود. لازم يكون موجود مع المنتخب الأولمبي لأن حسام عبد المجيد لا قوالة ناد الزمالك. ولا قوالة أن يكون لعيب مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات. تبقى كويس مع فريرة. مش بص عنده مشاكل كتيرة جدا. هو والأسف الشديد مش قادر يطور من نفسه. إنما الزمالك مضطر لأنه في الآخر بيلاعب واحد أصلا اسمه المسلوسي. بيلاعبه جنبه عشان مش في مكانه. يعني هو عنده مشكلة من بعد غياب الوينش يمكن في طريق التلاتة. أما كان موجود الوينش وحسام والمسلوسي بيعرف يلعب حساما ما حد بيعرف يغطي من وراه بشكل كويس جدا. إنما هو عنده مشكلة في واحد على واحد في حالة بطء في السرعات. عنده مشكلة في قراية اللعبة. عنده مشكلة عنده مشاكل كبيرة لازم تلعب بتلاتة عشان يبتدي يديك مردود كويس. عشان يبتدي يعني ما يغلط يبقى فيه حد بيغطيه بشكل كويس. إنما بالحالات اللي إحنا بنشوفها دي لأ دي يعمل مشكلة ومشكلة كبيرة ناد الزمالك والمنتخل بولومبي فرماني.